لا زال العنف هو الخيار المفضل لدى سلطة الأحزاب الفاسدة للتعامل مع تظاهرات ثورة تشرين فقد جددت القوات الحكومية وميليشياتها هجومها على المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني مستخدمة للذخيرة الحية والقنابل الدخانية الموجهة إلى أجساد المتظاهرين بهدف قتلهم وليس تفريقهم كما توضح الصور القادمة من هناك استخدام بنادق الصيد وتوجيهها عمدا نحو الشباب العزل مفوضية حقوق الإنسان قالت إن هناك أكثر من مئة حالة اختناق وأكثر من خمسين إصابة ببنادق الصيد وأكثر من عشر إصابات بالقنابل الصوتية نتيجة هجوم ما يسمى قوات مكافحة الشغب على ساحة الخلاني لم تكتفي سلطات القمع بذلك بل حاولت تفريق المعتصمين في نفق التحرير بقنابل الغاز المحرمة دوليا الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق وجروح من جراء شضايا الرصاص المنفلق لبنادق الصيد جاء ذلك بعد إصابة الناشط حسين رحم طعنا بسكاكين وفقا لشقيقه الذي أكد أن عناصر من ميليشيات تتبع جهة سياسية معروفة هاجمت الناشطة بمحيط ساحة التحرير وانهالوا عليه طعنا بالسكاكين وضربا بالهراوات وهم يرددون هتافات تتحدث عن الثأر لمقتدى الصدر عمليات بطش وقتل وخطف تجري على قدم وساق منذ ما يزيد على خمسة أشهر وسط تعام دولي أقصى ما يفعله تصريحات تخرج بين الفينة والأخرى آخرها تلك التي وجهتها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينيني بلاس خيرت في كلمة لها أمام مجلس الأمن دعت فيها إلى وجوب الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها العراقيون وضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين السلميين مشيرة إلى أن سيادة القانون وفرض الحل في العراق تضيق أكثر فأكثر في ظل وجود الميليشيات المدعومة من الخارج اعترافات بلاس خيرت بأن المصالح الحزبية الخاصة عق نجاح العراق وأن الفساد المستشري تسبب بانهيار الاقتصاد وترد الأوضاع المعيشية يؤكد حقيقة مفادها أن نظام المحاسسة الطائفية غير قابل للإصلاح وأن السكوت عليه يمثل مشاركة في مزيد من عمليات التدمير للعراق واضطهاد شعبه